ترجمة نانسي قنقر والأثر الذي حققته الدبلوماسية البحرينية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات وقضايا المرأة وشؤونها كمدخل رئيسي لتعزيز التعاون الدولي والاستثمار الأمثل للبعثات الدبلوماسية لدعم الجهود الوطنية في خدمة قضايا المرأة البحرينية واستعراض عدد من مؤشرات التوازن بين الجنسين إضافة إلى بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الثنائي المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين كما عبرت سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن بالغ التقدير والامتنان على ما تلقاه المرأة البحرينية من رعاية ومساندة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وما تحظى به من دعم واهتمام من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم حفظه الله والتي أسهمت في دعم تقدمها لمواصلة المزيد من الإنجازات الوطنية والذي أوصلها لمختلف المناصب القيادية والدبلوماسية ومراكز صنع القرار وفتح لها آفاق واسعة لتقوم بدورها في بناء حاضر ومستقبل لمملكة البحرين اشتركوا في القناة